مرة أخرى تعود سفينة الأمم المتحدة للواجهة مع انعقاد لقاء بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي على عرض البحر الأحمر بعد تعذر الاجتماع على بر الحديدة البعثة الأممية حاولت الوصول إلى تفاهمات حول كيفية تنفيذ الانسحاب من الحديدة ودخول المساعدات الغذائية ووفق رويترز فإن مصادر أممية ناثادت بأن الطرفين اتفقوا على إجراءات جديدة لفرض إطلاق النار وتيسير انسحاب القوات من ميناء الحديدة لقاء السفينة هل وصل إلى حل هذه المرة؟ اللغة الأممية لا تؤكد ذلك حيث ربط مايكل لسغاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار نجاح تنفيذ التفاهم الأخير بالاتفاق حول مسائل عالقة مرتبطة بمن سيدير الحديدة وموانيها مدنيا وأمنيا وقال مايكل في بيان الله إن اللجنة الأممية استكملت أعمالها التقنية لكنها تنتظر اتفاق الطرفين حول إدارة السلطة المحلية والقوات الأمنية وإدارة الموارد المالية للموانئ المنباحثات الأخيرة أتت بعد شهرين من توقفها على خلفية اعتراض الحكومة على رعاية الأمم المتحدة لانسحاب أحادي الجانب عدته الحكومة مخالفة للقرارات الدولية وهو ما تسبب بأزمة كبيرة بين الرئاسة والمبعوث الأممي بعد اتهامه بالتماهي مع ما أسمته الحكومة مسرحية لانسحاب لصالح ميليشيا الحوثي اللجنة الأممية نجحت على متن سفينتها في التوصل إلى إقناع الطرفين بضرورة وضع آلية للحد من التصعيد العسكري ومع أن هذه الآلية لم تكتب بعد فإن وضع الحديدة سيظل بتقدير مراقبين على حاله من التوتر طالما وعقدة الفشل الأممي لم تراوح مكانها بعد